طيب ما يترتب؟ الأحكام التي تترتب على هذا الخلع نعم شيخ كريم تفضل آه إنه لو قلنا إنه خلاص إنه الراجح إنه فسخ يعني بالتالي لا يحسب من الطلقات مهما ولو تم الخلع عشر مرات فهو فسخ للعقد ومن يرضى أن تخلعه زوجته عشر مرات؟ يعني بنضرب المسأ يعني تخلعه ثم يتزوجه ثم تخلعه ربما يصطلحه ربما عشر مرات آه ربما يعني على سبيل ضرب المسأ نعم فلا يحسب من التطلقات نعم وتعتد بحيضة واحدة تعتد بحيضة واحدة ومن أيضا ممن رجح هذا القول من ناحية الاستنباط قالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل سابت ابن قيس ولا زوجة سابت ابن قيس هل وقع الطلاق في الحيض أو في طهر ممسها فيه في الخلع يعني لم يسألها عن ذلك بينما فيه ابن عمر لما طلق زوجته طلقها في الحيضة في الحيض فأمره أن يراجعها ويمسكها حتى تطهر ثم إن شاء طلقه إن شاء وإن شاء أمسك فقالوا طالما أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يسأل يبقى حكم هذه المسألة الخلع هنا يختلف عن حكم الطلاق ومن الطلاق هذا أيضا يعني مما استنبطوه من الجمع بين الأدلة فالمسألة فيها خلاف واسع وتتمت الفائدة أن الخلع لا يشترط له ما يشترط للطلاق اللي هو الطلاق السني والطلاق البدعي إنما الخلع يقع والمرأة زوجة حائد في طهر مسها فيه فليس كالطلاق يوجد خلعي سني وخلعي بدعي